مائة وخمسون ألف عائلة ترتزق من بيع الملابس المستعملة المعروفة بالفريب مهنة جعلها عاملها المنفذ الوحيد لكسب الرزق سلع معروضة في العديد من محطات البيع تختلف أسعارها وتتنوع جودتها ليجد المواطن ما يتناسب مع جيبه وذوقه ولكن هل بقي الفريب كما عهد في السابق؟ القطاع متاعنا احنا تدهور شوية بالنسبة للقبلة علاش خاطر نقصونا في الميزان متاع البالة وزادونا في السوم متاعها دير فصان والات ياسر صعيبة مثلا نهار ثلاث كان جيت ثلاث متاع عامو اللي عامين التالي تشوف الديفيرنس نهار ثلاث متقانية شوية فاكي مهكي تهمش ياسر وملي فما كان دوليب أكثر يدور قبل الثورة وتوي كي عميل التالي شوية وكاو الفريب في كلمة يزم تلهو بينا شوية أسعار الملابس في الفريب تختلف حسب المنسبة الموسمية من أعياد وعودة مدرسية تتنوع فيها الملابس فمنها ما يرضي المواطن ومنها ما يثير تذمره في غلاء أسعارها بالنسبة لتول فترة هذه غلاء شوية ماذا بينا تكون أرخص شوية غالية الأسعار ما كان شاك على الفريب كان الزوالي يلبس منه نصر كل ما يجباش الزوالي يتباش لعبه لكل كا خطر تقع فيها كل شيء غالية كيفها كيف البلاد نرى فيها متوسطة ما هيش غالية ما هيش رخيصة ثم هو ثم رخيص وثم غالي الحد والمقدورية متاشرة متاو فالتذمر لا يقتصر فقط على المواطن البائع أيضا يتذمر من الانخفاض الذي تشهده المتاجر في فترة معينة كي يجي صولد نحن بالنسبلين ما عاش يجينا عدد يقول لك نمشي ناخه قطعة من صولد بـ 15 ألف وـ 20 ألف وناخه هاش من البولة بـ 15 ألف وـ 20 ألف نحن حيات عمرنا عندنا صولد معنا فهمت كيفاش ولا معنا ذهر لي ما أقلش من دينار وما أقلش من خمسة مئة وما أقلش من ثلاثة مئة هما عند مشكلة معنا نحن سلع معروضة باختلاف أنواعها ولكن كيف تأتي هذه السلع؟ باعة الفريب اعتبروا أن هناك تلعبا في الكمية ثم تلعب موجود تلعب تلعب موجود صعات بالا برمير تحلى تقاها ماشي تقاها دزين معناتها فاضل أنها أخر واحد يعبيوه يخيد عليك برمير السلعة معاش تجينا برمير ما ثم تجار خرجوا جدد ذوما يأخذوا في السلعة لي لمهوما الكادر جي يأخذوها هوما وبعد هو يجي يبدأ يدور عليك يعني هو يحب يصور التريبل متاع المعمل هي تخرج من المعمل الرخيصة اللي اللحظو اللي الشواء غلاء معتها السلعة غلية لكن الشواء نقص طيب قبل كيف نأخذو مثلا أنا فليس سيبير إكستراب كاتسون دينا نلقى فيها حوجيت أكسيلونت طيب نلقاش فيها بدا يقول ست قطاع ست قطاع طولي ما تخلصش فأمام قطع الملابس الجاهزة هل ما زال الفريب يحافظ على مكانته أم تراجعت مردوديته رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الفريب بالجملة يوضح بكل صراحة بالنسبة للتجارة التفصيل أنا أقول لك صحيح متضرين وضرر هذا يرجع العديد من العوامل أنا نحب أن نذكر أهم العوامل اللي من أهمها هي أول حاجة الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت معناها الجودة معتش موجودة نعتيك على سبيل المثال الإنسان بش يمشي صاحب مع عمل منتفع بنظام مستودعات صناعية مش يجيب كادرة من سويسرا مش يجي مثلا الإنسان اللي كان يخدم في سويسرا كان يخدم يلبس يستعمل في ستة بلوزونات وقت يصبح شمار في الأزمة الاقتصادية العالمية والبيطالة وكذا بتبيعته بش يستعمل بلوزون واحدة دونك الجودة بش تصير أقل زد على ذلك العملة متاعنا تحت معناها السلع غلات والجودة نقصت وللنهوض بقطع الفريب اعتبر رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الفريب بالجملة أنه لا بد من التوافق بين جميع الأطراف المعنية يلزمنا بكلنا نتكاتفه من وزارات ومنظمات ونقابات وجمعيات باش نكونوا إيد وحدة ونشوفوا حل ونبدلوا القوانين وما تكونش القوانين مسقطة يلزم يشاركونك كقطعيين الفريب بيبون من أبواب الرزق للبيئيين ومنفذون يتلئموا مع جيب المواطن بين الأمس واليوم تغيرت وضعية الفريب فأصبح ملاذا للأثرية في الاستثمار واللبس